موسيقى طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع الكهرباء حيث نجحت مصر في التحول إلى دولة قادرة على تلبية احتياجاتها كافة بالإضافة إلى وجود فائد للتصدير في هذا القطاع المهم فمنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية قام بدعم قطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومي الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في هذا القطاع الحيوي الهام فضلا عن توقيع شراكات مع أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال وعلى رأسها شركة سيمينس الألمانية ما تم خلال سنوات قليلة في هذا المرفق الهام يعتبر إنجازا تستغرق دول أخرى عقودا لتحقيقه حيث تم إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها قطاع الكهرباء نجح في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6000 ميجاوات في عام 2014 إلى فائد بلغ 13000 ميجاوات وذلك بعد إضافة نحو 28000 ميجاوات من القدرات الكهربائية بما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالي ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100% فضلا عن تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية فخلال السنوات الماضية تم تنفيذ 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليلية بتكلفة بلغت 271 مليار جنيه أبرزها ثلاث محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبنسويف والبرولوس بطاقة تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات الدولة أولت اهتماما كبيرا لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وبلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5300 وثلاث ميجاوات من الطاقة المتجددة ولعل أهم مشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه بالإضافة إلى مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنبان بإجمال استثمارات بلغت حوالي 35.2 مليار جنيه وضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال التعاون مع دول الجوار تم توقيع عقد مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرمائية بتنزانيا بتكلفة تصل إلى 2.9 مليار دولار كما تقوم مصر بمشروعات للربط الكهربائي مع دول مجاورة منها السودان وليبيا والأردن والسعودية ويتم دراسة مشروعات للربط مع عدة دول أخرى منها العراق وقبرص واليونان أهلا بحضرة عملها نجاب في سيرتي هيقولي أنت اللي جبت في سيرتي الأول ولا جبت في سيرة حد أنا قلت واحد متنطع متلطع على مقاهي النصرية واليسار نجاب في سيرتي بس هنعمل إيه ما أنت متنطع متلطع وأنا يعني وأنت مش شوية كان عبد النصر حلو وبعد ما روحت اشتغلت مع الإخوان بقى وحش وزمان كان اليسار حلو وبعد شوية بقى كفار يلا مش مشكلة أو كل شغل ولقمة عيش كل عيش يا حبيبي قالك اشتغل يا حبيبي اشتغل مهم يعني خلونا نروح اللي كنت بقولك عليه يا ترى هل ترى على رأي واحد برضو من المتنطعين المتلطعين قالك وإيه اللي حصل في الكهرباء يعني وإيه الفلوس اللي اتصرفت في الكهرباء دي وتعامل بها إيه يعني وأين الفوائد وماذا نفعل كل الكلام ده إنت متأكد أنك بتسأله بحسن نية طب أنا هدي لك الإجابة بس على لسان ضفنا العزيز دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أهلا بيك أهلا بحسن دكتور إزا صحة دكتور الحمد لله في الأخبار دنيا نوره يعني زي الفل وما فيش ظلمة الحمد لله ويعني إن شاء الله بإذن الله تبقى مستمرين على كده إن شاء الله زمان كان قبل ما يتولى الدكتور شاكر مهمته كوزير للكهرباء فكنا الحقيقة نعاني أيام معاناة بأنه النور يتقطع بالسبع والثمان ساعات عادي يعني كنا وصلنا لمرحلة الندال عادي فذهبنا إلى مقابل التاريخ وبدأت الدولة الحقيقة وبدأ يمكن حتى كمان الرئيس يتدخل في هذا الملف ويبدأ هو ويحضر الاجتماعات ويناقش وما إلى ذلك والوزارة عملت خطة طموحة جدا 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 والحمد لله والشكر لله إحنا بنشوف النتائج على الأرض نتكلم على هذه النتائج كنا فين ووصلنا لفين خليني أخذ لحياتك نقطتين مهمين جدا النقطة الأوانية الواقع اللي إحنا بنعيشه حوالينا والتحديات اللي العالم كله جعيشها في مجال الطاقة وفي الكهرباء والحمد لله أنه يعني لولا فضل ربنا سبحانه وتعالى وما تم في القطاع دوت والدعم الكبير من سيادة الرئيس وإيمانه الكبير بأهمية هذا القطاع كنا هنعاني في الأيام اللي إحنا فيها دلوقتي معاناة شديدة جدا جدا قبل ما يعني أكتر من اللي كنا بنعانيه في وقت الظلم دي ناحية ناحية التانية وهو الصورة اللي إحنا كلنا عشناها الصورة المظلمة اللي كانت أثارها السلبية على كل الناس وعلى كل الفئات زي ما هذا يعني وضحت تخفيف أحمال قطاعات مستمرة مستثمرين مش قادين يقدروا أن هم يشتغلوا طوال اليوم لأن الكهرباء تقطع ساعات ويفصل فصل الطيار الكهرابي مستشفيات حضانات كل حاجات دي كلها وعايز أقول حدك أن أكثر الناس تفاقلا ما كانش يتوقع أن ممكن يحصل تغيير في الواقع المصدم ده قبل عشرين تلاتين سنة ولكن يعني فعلا بأمانة دعم سيد الرئيس وإيمانه بهذا القطاع الحيوي هو ده اللي خلى أن يبقى فيه تضافر جهود كبيرة جدا حتى لو فيه مخطط مخطط مهم جدا وده الحمد لله اللي بيفرق فيه الوقت الحيال اللي إحنا فيه القيادة السلسية دلوقتي دائما وأبدا تبص بيقى فيه رؤية مستقبلية طموحة جدا ولكن بيقى فيه مخطط عشان نوصل للهدف بتاعي وكل الدعم وكل التضافر عشان نوصل للهدف ده وده اللي حصل في الكهرباء فعلا نحن كان عندنا عجز في إنتاج الكهرباء تقريبا من 2008 ما بين 3000 إلى 4000 ميجاوات يعني مش من 2014 فقط ولكن كنا بنخفف فيهم بقى على القرى الأماكن البعيدة عن المدن أحيانا في بعض المدن الوضع بدأ يزداد سوء تدريجيا الغاية لما وصلنا في 2014 كان وصلنا إلى عجز في إنتاج الكهرباء حوالي 6000 ميجاوات عشان يبين 6000 دولات يعني يمثلوا قد إيه أنا كان أقصى إنتاجية أو متاحة نظر من إنتاجها كان حوالي 24000 ميجاوات يعني عندنا 6000 عجز يعني تقريبا في حدود 20% عجز ده اللي قد إيه لأن في المدن بقى زم حدك أشارت بقى كان المولدات الصغيرة والكشفات اللي بتتشحن وكل حاجات دي كلها ده عجزة علشان لو سديته أمشي الدنيا مش أعمل قاعدة أو تقاعد بس مجرد تلابي أشغل مصانع وأعمل إنتاج لا تلابي الاحتياجات فقط علشان ننقل القصة دي احنا يعني احنا دخلنا في خلال السنوات اللي فاتت دي تقريبا 31000 ميجاوات الصورة المقابلة بقى عشان يباني الإنجاز ولو صح التعبير الإعجاز إن السنة اللي فاتت مثلا أقصى حمل وصلت له مصر على مدار التاريخ كان حوالي تقريبا 34000 ميجاوات لبناهم وكان عندنا احتياطي أكتر من 11000 ميجاوات يعني أكتر حوالي تقريبا 25% فوق احتياطي بص تشوف الصورة قد إيه في خلال إيه خمس ست سنين يعني بالمقاييس المعروفة استحالة في خلال الفترة دي يبان كمان زم حدك أشرت المتابعة علشان يتم الإنجاز دوت والمخطط اللي موجود في 8 شهر ونص دخلنا أكتر من 3600 ميجاوات في خلال سنتين ونص دخلنا 3 محطات عملاقة 14400 ميجاوات في حين أن المحطة الوحدة بالمقاييس المعروفة بتاخد من 5-6 سنين فانت دخلت 3 محطات عملاقة أكبر كفاءة في سنتين ونص مش بس كده يعني أنا اختصرت المدة وكنت بتعاقد مع أكبر شركات في الدنيا اللي ما هي ما عندهاش استعداد تتنازل عن الكفاءة والجودة وكمان في نفس الوقت أنت دخلت شركات مصرية محلية شركاء معهم صح بمعنى أنت اهتميت أنت تنقل الخبرة دي الشركات دي وده اللي احنا بنشوف دلوقت أن الشركات دي وشركات كتير جدا محلية أصبح لها خبرة ولها طلب زي ما بيقولوا سواء أفريقيا أو عربيا أو عالميا لأن بقى عندهم الخبرة وعندهم التكنيك أن هم ينفذوا الحاجات اللي هي الكهربية كمان في نفس الوقت زي ما كان مهمة قوي احنا في 2015 ما كانش فيه تخفيف أحمال يعني 2014 وصلنا إلى تخفيف أحمال 6000 ميجاوات في 2015 بالتضافر الجهود الضخمة دي ما بقاش فيه تخفيف أحمال ولكن كان عندنا مشكلة فيه شبكات الكهرباء عندنا شبكات نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية ده بالنسبة للشبكات النقل والجهود المتوسطة والمرخفدة شبكات التوزيع شبكات دي كانت عندها مشاكل كتير جدا حد حدك أمثلة كده عشان يبين التطور اللي موجود في 2014 كان الخطوط الهوائية الجهد 500 كيلو فولت اللي هو الجهد الفائق بتاعنا تقريبا كان عندنا حوالي 3000 كيلو متر الخطوط دي اللي هي بتغزي الكهرباء لمحافظة الصعيد والدلتا والمناطق على مستوى الجمهورية احنا دلوقتي أكتر من 720 كيلو متر في خلال 5-6 سنين كمان في نفس الوقت على مستوى المحطات المحاولات العملاقة اللي هي 500 كيلو فولت برضو المستخدمة فيه ان انت تأمن التغزي الكهربية ويبغى التغزي الكهربية بجودة عالية واستقرار كان عندنا حوالي 10 محطات محاولات دلوقتي عندنا حوالي 31 محطات محاولات وما زلنا شغالين فيها ده على مستوى نقل الكهرباء شبكات نقل الكهرباء يعني تم ضخ ميزانية تقريبا تصل إلى حوالي 75 مليار جنيه على شبكات توزيع آلاف عاز أقول حدك أعمدة مثال أعمدة الضغط المرخفض اللي تم وضعها في شبكات توزيع لغاية دلوقتي اللي تم إضافتها أكتر من نص مليون عمود مرخفض زيهم جهن متوسط العمدة اللي هي اللي بيبقى عليها الساك كهربية داخل المدن وداخل القرى دي إيه اللي يفرقها عن اللي احنا بنسميها احنا الناس العادية اللي بدا كابلات الضغط العالي الضغط العالي اللي هي الأبراج الكبيرة اللي هي بتاعت شبكات النقل اللي هي بتنقل للمحافظات واللي بتستخدم في الربط الكهرابي وهي ديت الشبكات اللي يقول هاي دي من الوارد إنه يتم دفنها تحت الأرض يعني ما تبقاش شد ده لحنا شغلنا فيه مساحات أراضي بنت لازينة بس مش عايفين نستغلها لإن فوقها ضغط عالي هو طبعا الموضوع الخطوط الهوائية ده جزء معترف به عالميا لإن بتبقى قدامك لو حصل فيها عطل انت شايف العطل فيه واخد بلها داك دي حاجة التانية أحيانا يعني مثلا لو قلنا على حياة كريمة مبادل حياة كريمة مبادل حياة كريمة من ضمن الجزئيات المهمة فيها تحويل الجهد المتوسط خطوط الهوائية جهد المتوسط إلى كابلات أرضية حل إنما الجوة القرى لا خطوط هوائية ليه؟ لأن طبيعة التربة اللي موجودة في القرى الأفضل إن هي تبقى هوائية إنما لو كان لو كابلات أرضية هتبقى فيها خطورة لطبيعة التربة كده طبعا بالإضافة يعني عاز أقول حدك إن الشبكات التوزيع اللي بكلم عن الشبكات التوزيع اللي تم ضخه في مجال الشبكات التوزيع كان كنا بنصرف مثلا حوالي مليار جنيه في السنة خلال الأربع سنين اللي فاتت بس بس حوالي تقريبا حوالي 31 مليار جنيه طيب أنا هنا هستأذن هروح لفاصل هرجع بعض الفاصل فيه في دماغي فكرتين كبار واحدة منهم عمليا أنا كده عندي فائد 25% إنتاج صحي كده والحاجة التانية إحنا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فأنا عايز نتكلم شويتين على مسألة الطاقة المتجددة لأنه ده أصبح هو الأج اللي بنقف بيه قدام العالم حتى وانا بنتج يعني لوانا بنتج ورقة يقولي يا طرى أنت أنتكتها تبقى للمعايير الأوروبية يقولي وماذا في المعايير الأوروبية يقولي أنتكتها بطاقة عاملة إزاي ويطرى فين بعاسات كربونية قد إيه نتيجة التصنيع وما إلى ذلك فعندوكم مهمة قد كده تساعد الصناعة مش بس بتدولها طاقة ده أنتوزت تدولها طاقة نظيفة وخطة طموحة جدا في المجال ده حلوة أولا فاصل ونرجع لدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استنون أهلا بحضراتكم مرة تانية ضفنا العزيز دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ورنا دكتور قلنا هنبدأ الأول بالفائد وبعدين نتكلم حبا على الطاقة المتجددة الفائد احنا بنعمل إيه بالفائد أولا هو احنا ما نسموه فائد احنا ما نسميه احتياطي ماشي كويس الاحتياطي على مستوى المقاييس العالمية لابد نكون فيه احتياطي علشان تلبية احتياجات الخاصة بتاعتك والمستقبلية لأن انت عايز تعمل المشروعات التنموية ليك نظرة تنموية مستقبلية فيه مصانع فيه أراضي زراعية كل حاجات دي وبعدين ده احتياطي يستخدم في خريطة التنمية مظبوط حلو قوي دي نمر واحد نمر اثنين على مستوى العالم معروف أنه هو لابد أن يبقى فيه للدول اللي هي يعني لها تقديرها أو مخططة كويس في موضوع الكهرباء أنه يكون عندها احتياطي ما بين 25% لـ 25% ده بالمقاييس العالمية احنا الحمد لله في المقاييس دي ده نمر اثنين نمر ثلاثة مشروعات الربط الكهرباء اللي ما بينك و بين الدول الجوار صحيح الاحتياطي ده لو ما عندكش الاحتياطي ده مش هتقدر أنت تقدر تصدر به ده نمر ثلاثة نمر اربعة المخطط المستقبلي لمصادر الطاقة المتنوعة متنوعة احنا عندنا مخطط لـ 2035 ان احنا يكون عندنا مش بس اعتماد على الطاقة الاحفورية اللي هي المفتوريز المفتوريز الطبيعي والبترول الحاجات دي كلها عندنا مخطط ان احنا نصل الى نسبة مشاركة مطلقات متجددة حوالي 42% وحاليا بيتم تحديث هذه الاستراتيجية علشان زيادة هذه النسبة كمان في نفس الوقت في عندك النووي استخدام السلمية الطاقة النووية لو ما عندكش احتياطي وبالتالي حيبقى عندك صعوبة في ان انت تبدأ تنوع المصادر بتاعتك طبعا فتنويع المصادر ده مهم جدا عشان تحضر تحافظ على الاحتياطي بتاعك كمان في نفس الوقت وده نقطة مهمة جدا وده اللي كنا بنعاني منها ايام الفترة اللي هي كاتت مظلمة لما بيكون عندك احتياطي تقدر تحافظ على اصول الدولة من محطات الانتاج التكقربي يعني ايه يعني في وحدات محتاجة تطلع عمرة محتاجة تصين فلو انت عندك يا دوبك على قد فانت هتيجي في الصيف مع زيادة الاحمال مش هتقدر تطلعهم لو هي مخططة انها تطلع في الاوقات دي مش تطلع وده كنا فعلا كنا بنعاني في في ايام العجز لانك اطلعت هايبقى هتروح داخلي مش هتقدر مش هتقدر انت هتوفق ساعات الظلام الدام السياحي محتاج فمش هتطلع حصي وده هيأثر عليك فده بالتالي الاحتياطي ده هيساعدك في ان انت تقدر ان انت تصين وتعمل عمرة الحاجة الاخيرة والمهمة كمان ان انت بتقدر تعتمد على اعلى كفاءة واقل استهلاك للوقود في محطات الانتاج الكهرباء عندنا محطات دلوقتي العملاقة اللي هي ثلاث محطات بالتكنولوجيا الحديثة في ان انت ممكن تستخدم تطلع الكهرباء بدون طاقة اضافية اللي هي الدورات المركبة فبالتالي الاعتماد على وحدات انتاج الانتاج الكهرباء ذات الكفاءة العالية ده برضو من الاحتياطي فبالتالي فوقت كده جدا من الاحتياطي لابد تكون موجودة مش فقد انت حطه يعني وزيادة عن احتك لا الفوائد دي انا كده فاهم مسألة الطاقة المتجددة يعني دايما احنا نتكلم على الطاقة المتجددة والطاقة المنظيفة طاقة الرياح طاقة الشمس طاقة الكهرومائية وما الى ذلك عندنا حقل كبير للطاقة الشمسية اللي موجود تحت فأسوان بنبان عندنا حقول ايضا لطاقة الرياح في المنطقة بتاعة السويس وراس غارب وما الى ذلك وده شيء اكتر من رائع سؤلتلي انه احنا بالدراسة لقينا انه احنا من اكتر بقاع العالم قدرة على انتاج الطاقة من الاتنين نظبوط من الرياح ومن الرياح الشمس ويمكن يعني المخطط الطموح في زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة واقبال المستثمرين بشراها كبيرة جدا في انهم يدخوا استثمراتهم في الطاقة المتجددة وزي ما حدك اشارت العالم كله بينظر الى الطاقة النظيفة ويمكن مصر الحمد لله خلت خطوات مهمة جمدة جدا جدا فيها يمكن ابرز النجاحات زي ما حدك اشارت مجمع بنبان جبل الزيت كل حاجات دي كلها بالاضافة الى المستقبل الواعد بتاعة الطاقة دي حدوتها الواحدة ده الاقبال ده كله وامكانيات مصر لان هي تقدر تنتج من الطاقة المتجددة كميات كبيرة عندنا كان مخطط النصف العشرين في المية السنة دي 2022 من الحمل الاقصى احنا وصلنا العشرين في المية دي السنة اللي فاتت من شاء الله متوقع على 2023 يكون اجمال القدرات من الطاقات المتجددة تقريبا عشر تلاف ميجاوط خدرات كبيرة جدا يمكن كان في بداية الاستراتيجية ساتة الرئيس بتشجيع القطاع الخاص في دخول في المجالات بصفة عامة والمجال بتاع الطاقة المتجددة بصفة خاصة والهادجين الأخضر ده اللي بشجع اول حاجة ان انت تزود من الاستفادة من الامكانات الموجودة عند حياتك وفي نفس الوقت ان انت تقدر ان انت تعمل دخل كويس لمصر الاستثمرات اللي بتضخ في مجال الطاقة المتجددة والهادجين الأخضر اسمت ضخمة جدا جدا النظرة المستقبلية ان مصر تكون ممر أخضر تكون في شبكة خضراء بتنقل الطاقة النظيفة وخاصة إلى أوروبا كذلك يعني هنصدر لأوروبا أوروبا في أمسل حاجة يعني احنا وصلنا لمرحلة انه بسبب الحرب دول كبيرة كبيرة تقول يا جماعة احنا هنرجع تاني نستخدم فحم عشان احنا مش عارفين هنعمل ايه التعاون دلوقتي يمكن يعني اكيد فيه احنا بنتابع وبنشوف الزيارات الكتيرة جدا من اتحاد أوروبي وفي وضع الأوروبية الزيارات المتبادلة الاهتمام احنا عندنا خطوط ربط موجودة بالفعل زي مع الأردن مع ليبيا مع السودان الخط ربط مع أوروبا يمكن كان فيه مزكرة تفاهم تم توقعها مع اليونان ومع قبرص صحيح هناك اجتماعات دورية واهتمام كبير جدا من كل الأطراف علشان الدفع بتنفيذ هذا خط الربط المتوقع ان شاء الله يكون كمرحلة أولى حوالي مثلا 3000 كابل بحري ويبقى فيه مراحل مستقبلية أخرى عندنا القدرات من الطاقات المتجددة سواء الحالية أو المستقبلية عشان نلبي الاحتياجات دي وفي نقطة مهمة تانية الرابط ده مش بس ما بين أوروبا وم بين مصر لا ده ما بين مصر من أوروبا وبين أفريقيا من خلال مصر حلو جدا دكتور أيمان أنا أشكرك جدا جدا على وجودك معنا النهار ده وأشكرك جدا على عرض دقيق مكسف سهل وواضح السهل البسيط ولا ممتنع ولا حاجة حقيقة نورتنا وشرفتنا أشكرك جدا دكتور أيمان حمزة متحدثة بإسم عزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عزيزي المواطنة عزيزاتي المواطنة لو حضرتك من الناس اللي بتعترض لما نيجي نكلمك على طرق وكباري وأن كانت هي شرعيين الاقتصاد طب إحنا بنكلمك عن الكهرباء طب ما بتحبش الكهرباء طب ممكن أكلمك عن الرقعة الزراعية المصرية ما بتحبش أنت الرقعة الزراعية المصرية طب أقدر أكلمك على التدفقات السياحية ما بتحبش التدفقات السياحية طب أقدر أكلمك على زيادة الرقعة المعمورة في مصر بمقدار الضعف من 7% لـ 14% ده على سبيل مثال يعني للحص تحب أكلمك على إيه ما بتحبش تتكلمك تحب تتكلم عن الصحة فأقدر أكلمك على مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي وحدث ولا حرج والقضاء على قوائم الانتظار تحب نتكلم على ايه احنا عندنا في مصر لو تقدر تقول كده من سنة 2014 حتى هذه اللحظة فيما نطلق عليه جمهوريتنا الجديدة مائدة عامرة فيها مالزة وطاب قدي ايه المائدة قدي دي مليون كيلو متر مربعة فيها مالزة وطاب من انجاز حقيقي عشان لما يحد يجي اسألك ايه اللي حصل في مصر قوله كده طرق كبري موجود رقعة معمورة موجودة رقعة زراعية موجودة كهرباء وطاقة موجود تصدير موجود وبيزيد بالمناسبة تصدير طاقة موجود صحة موجود تطوير في التعليم موجود عايز نتكلم على ايه اصلحنا الوقت عندنا دايق والحاجات كتير خلصت الحلقة لحد كده لو كان لنا العمر نتقابل بكرا ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة ها هو كريم رمزي مقبلا مهنئا الزمالك بالفوز يا كريم طبعا 3-2 معقولة ما شاء الله ده احنا شطار جدا كل التحية لكل الكرة المصرية سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر